السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الفيديو الثاني من العملي الخاص بالفرقة الاولى الطب طنطة دلوقتي هنتكلم برضه في الجزء العملي عن الجارز بالنسبة لجزء العملي الجارز هنبدأ الاول بالهارت طبعا بس نتعرف الاول فيه كم صورة هارت نزلكوا بمانظر ده ده شكل الهارت او شايفين شكل عامل ازاي منظروا تمام طبعا بس اقال لكم حاجة في معظم الجارز اللي هو ما نزلكم بيجيب لك صورة الجار اللي هو القديم اللي بقى له سنين في المتحف ده تمام وصورة يعني فريش يعني هارت لسه طالع من ام البيشانت نفسه فده منظر فريش وده منظر ايه اللي هو في الجار نفسه ده برضه منظر تاني اهو ادي هارت تمام منظر ثالث يعني ده بس نشوف مع بعض الهارت عامل ازاي ايه الكتلة اللي قدامكو دي طبعا دي اسمها جريد فيسلز اللي قدامكو دي ادي منظر كمان الهارت اهو ودي اسمها الجريد فيسلز او حل 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 ات symptoms كده عرفنا ايه شكل هارت بعمل ازاي في الايه؟ في الجار تمام؟ طائب ايضا نفس الفكرة وهذا فجار وهذا فريشي انظر معي اول شيء في الفجار الذي لديكم هو هذا المنظر يجب أن تجد هارت كده طبعا منظر الجار وفيه فتحة كده من تحت وتجد انظر على السورة الثانية التي تجد فيها الشرايين نفسها الموجودة على القلب متعرجة بالشكل ده هذا يسميه براون أتروفي براون أتروفي هذا براون أتروفي هذا يحدث ضمور يسميه كده براون أتروفي يبقى الحجمه حجمه A L هذا يحدث مع الأمراض المزمنة زي السرطانات والحاجات دي كلها هذا يسميه براون أتروفي براون أتروفي براون أتروفي بالمنظر ده حجمه B L مفروض انه براونش ان كالر واتروفي فهو عمل هنا ايه قال لك خد ويندو كده او عمل ويندو في الكارديك مصل او في الول بتاع الهارت نفسه فتح شباك كده في القلب يعني عشان يبقى لك ان فيه ضمور في العضلة بتاع مين القلب يعني الويندو اللي موجود ده او الشباك ده لتوضيح ان فيه أتروفي فيه في الكارديك ايه في الكارديك مصل فانت لو وجدت هارت بالشكل ده كده وفيه الكورونارز نفسها ازاي شايفين عمنا ازاي الشارين متعرجة بالشكل ده وفيه خرم كده موجود في القلب هذا براون أتروفي او فيه طب براون أتروفي هنتكلم عنه ايه ان الهارت حجمه تمام اللون براونش ان كالر والكورونارز متعرجة تورشوس تمام ليه لما القلب حجمه قل فالكورونارز بقيت ايه بقت متعرجة كده حاجة تانية ان فيه ويندو موجود في الهارت او الشباك فيه منظر عملة ازاي عشان يوضح ضمور الايه للعضلة بنفسها بتاع القلب ادي اول جار اللي هو البرون ايه براون أتروفي جار التاني ده بيسموه فاتي انفلتريشن اوف هارت فاتي انفلتريشن اوف هارت طب ايه الفكرة بتاعته ده بيحصل ايه بصوا نلوقتي الهارت عامل كده الهارت لو ده مثلا الكتلة ده يفسه هي الهارت بيتشكل ده بصوا تمام يعني ده العضلة نفسه بيبقى عليه حاجة اسمها فيسرال بريكارديام وفيه طابقة خارجية كده اسمها برايتل بريكارديام بالمنظر ده ده البريتل ايه بريكارديام تمام وبينهم حاجة اسمها البركارديال كافيت يعني ده المصل بتاع الهارت نفسه وهذا الفيسرا والذي البرائتر فالالي حصل في المرض ان فيه دهون تركم في الحتة كده فنحن نجد جار كما نرى هذه وبعدين تحت البرائتر ونحن نجد كده فيه اكملاته يسمى فاتي انفلتريشن فاتي انفلتريشن طبعا نجد جار ان نجد دهنة من برر لكنها دهنة موجودة المنظر الثاني بردو والفريش بتاعه اهو شايفين شكل عامل ازاي ادي الهارت اهو بردو تمام وتلاقي فيه حاجات دهنة صفرة كده موجودة على القلب منهم بره حتى لو الجر مش باين او موضوع الدهن ده فيه بس هنا باين او وجوده يعني بتلاقي المنظر موجود فيه في الجر اهو الفريش بتاعه او في المنظر الهارت والفريش يعني ايه لسه يعني طازه يعني فاني نبص هنا كده اسمه فاتي انفلتريشن اوف ذه هارت تمام المال ده كان اسمه ايه قلنا اللي هو الجر اللي فيه فاتحه ده هل بمفتوح منتحد اسمه ايه براون اتروفي ايه اوف ذه هارت طب تمام اه منظر تاني تعا نشوف الشكل ده ده بنسموه سيرو فيبرناس بريكارديتس سيرو فيبرناس بريكارديتس ايه اللي حصل في الجر ده بصوا معكده هنا برضو نفس الفكرة عندنا الهارت اهو اعمل كده ده الاسمه الفيسرال بريكارديم وفيه طبقه خارجيه اسمه بريكارديم هنا كده تمام اللي حصله هنا ان بين الفيسرة samb representing فيبرناس baryكارديام بتكون فايبرن هنا في المنظر ده فايبرن مع سيراس فلاوت ماشي ده اسمه سيرو فيبرناس الثاني ده بشر بقى بين الفيسرة وبريكارديم بقى فيه فايبرانس ايه gotten sub a موجود هنا كده انلي بيحصل في hoy عمالنا هذي يونجح انا نشفى الطبقه اللي برا دي اللي هيこのì كلام جميل هيتفضلك ونفصلة لدينا هواile وعليه ماخلط و ك sometimes فعام زي الشعر كده يسميه شاجي أو بسمه وأيضا يسمي زبد الدzers يعني كن عايش أو كده قد بمنظر ده يسمي يعني هنا في savoir وعليه يعني ده وعليه ف ك إن ده الفيسر البريكارديم وعليه فايبر من بره طبعاً بتلاقي مفروض إن هنا تحت الفيسر البريكارديم فيه بقى كونجيشن بلد فيسلز بفتاع مش يعني فيه كونجيشن وإيديوة موجودة تحت الفيسر البريكارديم يعني فيه انفلاميشن موجود طبعاً فهنا نشتلاقي بصمع كده هنا قدل القلب هو بتغطي بإيه بفايبرنوس اكسوديت عامل شبه منظر بيسموه تمام؟ ويقول لك بعض الفيسر البريكارديم ببعض الاكسوديت بتشيلها كده بتلاقي مفروض إن فيه حتة كده محمرة كده توضح إن فيه انفلاميشن طباً هنا مش واضح أول موضوع الحمرار ده واضح بس البتاع العمل ده الشعر ده يعني قلب عليه شعر كده وإذا كون متقشر كده بيسموه سيرو فيبرناس ايه بريكارديتس تعال شوف الجدار اللي هو الفريش تبقى هوا عم فعلاً برا كده اللي هو باسمه بريد اند باتر أبيرانس عم زيكون توسط عليه زبدة كده شوفوا منظر عمله ازاي تمام؟ وهنا بص حتة كده متشالة هي شوف هنا عمله ازاي من الفيبر ده والفيسر البريكارديم متشالة وفيه منطقة محمرة كده ماشي؟ بيتباين إن ده كان فيه ايه؟ يعني ده بيوضح إن فيه انفلامتور أكشن موجودة هنا في المنطقة ده فإشجار ده القلب اللي عليه زي شعر كده وفيه حتة مزي متأشارة كده ده اسمه سيرو فيبرناس ايه بريكارديتس ماشي؟ اللي عليه ده هنا كده من بره ده اسمه ايه؟ فاتي انفلتريشن ماشي؟ القلب اللي عليه كوروناليز متعرجة كده وفيه خورم كده من تحت كده الويندو اللي فاتحينه عشان نشوفوا الضمور ده ده اسمه فاتي ايه؟ اسمه براون اتروف ايه؟ ايه؟ اوف هارت ماشي؟ جار كمان هنلاقي هارت كده لونه محمر شوية كده وفيه كتل صامرة كده هنا شوفوا الناحية التانية عاملة ازاي؟ حيانا القلب اوف بالمنزار ده ده الفيسرال بريكارديا مفروض وهينا ده يو البارايتل وهو البارايتال والفايبروس بريكارديا موجود بره كده هنا تمام؟ فينا عاملة� ثم أشر البرايتل وسائب لك الفيسرال بريكارديا مجوه تجي تبص على الفيسرال بريكارديا بتلاقي فيه برضو حاجة شبه دي كده بصوا شبه مين؟ شبه السير وفايبرنس بريكارديس كده تمام؟ وبعدين بتلاقي كتل صامرة كده موجودة الكتل الصامرة دي لينف نودز ماشي؟ لينف نودز موجودة فين في المنطقة دي؟ اللينف نودز بيسموها اسمها ميدياستاينا لينف نودز طبعا الهارت موجودة ميدياستاينا ماشي تمام؟ فبتلاقي الهارت متغطي بشاجة اكسيوديت عاملة زي الشعر كده تمام؟ وفي ميدياستاينا لينف نودز موجودة هنا ها شايفين عاملة زي هنا؟ طبعا الاكسيوديت موجودة على الفيسرال بريكارديا من نفس الفكرة بتعسيره فايبرنس بالزبط ماشي؟ والليمف نودز بيبقى فيها كازيشن وفيه أنثراكوزز هي النقطة دي نسمه تيوبركولاس بريكارديس تيوبركولاس بريكارديس تمام؟ يعني سيولة برنامز بريكارديس يعلم زي مكون متأشرة كدا شايفين عمل بيطلاق Salot في شعر كله وفي حتى متأشرة كدة اسمه Sero Fibrenis протenois والحقل بالهارت اذا ما هو المحمر ده وهي كتل الصامرة كدا اسمه تيوبركولاس بريكارديس تيوبركولاس بريكارديس تمام؟ طيب اه بنعلمه كم إلى انه محمر كدا كله وفيه كتل الصامرة دي كتل الصامرة دي اسمها ميدياستانيا gli Wolcinud اللي في الميدياستانيا اللي ي听ه يا جماعة وفيه أنثراكوز اللي هي نقطة الصمرة دي اللي هي الكربون اللي موجود في الرئة من الهواء اللي موجود المكروفاج بتشيله وتجري بين تروح بيه على الليمفينوز اللي موجودة فيه في الميديا ستاينم تمام؟ طيب هدي حاجة منظر كمان في الهارت هوا شايفينه عامل ازاي؟ ده قلب مفتوح بقى يعني ده هارت واخدين فيه مقطع كده ده الايه؟ الليفت فنتركل هوا شايف منظر عامل ازاي؟ ماشي؟ ده sec-sion in heart what is it in heart؟ هي اللي موجود في الهاجات ده؟ تبصد كداماварة سكشن بالهارت الطبع موجود عندي هذين من اليفت فنتركل ثم اللي هو قدامكو ده ف enfant تبصت لها تلك حتى أغرب اضخينه كده في الفنتركل النفسه شايفينه عامله ازاي؟ وبتيجي من تحت باء رفايعيعه كده يعني يحالج فيه جزء اضخين كده وبعدين منتحت باء رفايعيعه كده ده المنتسماء الـiypex الطبعا عملت حطيه الجدار نفسه بتاع الفنتركل او الحتة بتاع الابيكس لونها مبيض شوية كده شافنا يعني هنا لونها احمر غمق شوية كده هنا ايه لونها فاتح كده بالأريا ماشيه فاللي حصل هنا ده اسمه ميوكاردال انفاركشن ومعها جسمها ميورال ثرومبوزيس فاللي حصل ده اسمه ميوكاردال انفاركشن تمام فاللي حصل حصل ان الجزء من عضرة الالبمات بيقى بالانفاركشن شافين منزل عمل ازاي انهم ابيض كده تمام ومع الجزء ده كمان فيه ضمور فيه ااتروفي في الجزء بتاع مين بتاع الكاردياك ماسل خصوصا عند منطقة الابيكس شافين عمنا ازاي يعنا اضخينها ايه شافنا هنا فيها ايه ضمور كده وجوه على المنطقة بتاع الانفاركشن فيه ثرومبايا موجودة كده ماشيه فيه ثرومبايا متكونه فين ميورال ثرومبايا يعني ميورال جدارية على الجدار بتاع الفنتركل منين من جود يبقى ثاني الاريا بتاع الانفاركشن يبقى ده ميوكارديل انفاركشن يابقى يوجد انفاركشن موجود ميوكارديل انفاركشن تمام وفيه اطروفة في فا المنطقة بتاعتكين في قطعة مينين او جزء اجزاء مينين من Thorbeomboide موجودة كدة يبقى الجار ده اسمه ايهmm Association Infarction ده استطعت مع مئیرال ثرومبج يعني كنتة مئرال على الجدار من د cowork يعني طيب على الجدار الذنجب من دو في التجويف يعني بداء القلب ماشي سيئك على شكل ده برده بتلاقي المنظر ده الب بالنقط بنقط صودة كده شايفينه aired وبدال عملا بازر فوق ده دي شايفا شايف genauso Gang احا نقط السomnia ده النقط السامرة ده ده فيه ورا 미안nt над youemer اسمه melanoma اسمه ايهآ Sage milk ماليجننت ميلانومة ماشي؟ الملانومة بتعمل ايه، بتعمل في الهارت فلما عملت في منظر ده فعمل نبي جدا شفين عمل ازاي نبي جدا بالمنظر ده واخد الهارت كله، الهارت فيه مش عارف، اندوكارديوم، مايوكارديوم، بريكارديوم كله بقى بقى بالمنظر ده ماشي؟ موجودة فين؟ في الهارت طبع دهارت ونزل ثانويات يجبك فيه جارت اخرى في بانك highest يجبك فيه جارت اخرى في البيانaaaa لازم توضع هذه الساكون مث deve فين ؟ فأنت يعّ��요 ده ده Award وفيه الأولى مثلا لو جاءنا على بالكرياس يعطي له بنكرياس وهو uwagę وفيه الّنفينوض وفيه فكلمة ثاكون ذا اولى موجودة في كذا جار هذا من ضمنهم ما هو أكلم فلازم تكتب الأول الكلمة تلك هات像 فالساعتي يسألك مثلا طبيعة الجار ده أي نهOH يعني هنا مثلاً في ما verstehen ده brown atrophy of heart هنا مثلا fatty infiltration of heart ده هالوم cell injury ده نوع من ايه من السيل ايه؟ من السيل انجري بيحصل سواء brown atrophy او ال ايه او fatty infiltration طب مثلا cell of fibrinous pericarditis ده acute inflammation ماشي؟ ده acute inflammation بيحصل فين في البركارديام طب جار مثلا زي tuberculosis pericarditis ده chronic inflammation TB مثلا myocardial infarction ماشي؟ و thrombosis hemodynamic disorder ماشي؟ الفاركشن و thrombosis ده hemodynamic disorder خلل في السيركوليشن يعني طيب يعني مثلا myocardial infarction نتيجة coronary arthritis sed فجزء من العضلة بتاع القلب ماتت تمام؟ وفي كو معه جلطات فده اسمه hemodynamic disorder جار زي ده مثلا secondary of malignant melanoma ده malignant tumor ماشي؟ يعني secondary من malignant ايه؟ tumor فهيب عندك دلوقتي اجارات القلب فهي عندك اتنين cell injury اللي هما مين السيل انجري؟ الـ brown atrophy والفاتي انفلتريشن وفي عندك inflammation acute och chronic acute inflammation 0-fibrinous bricarditis القلبة و ايشرة ده و tuberculosis bricarditis اللي هو اللونه ايه محمره ده وعليه نقطة صامرة كوتل صامرة كده تمام؟ وفي عندنا مهيمو dynamic جار اللي هو بتعميم بتاع myocardial infarction وال thrombosis neurothrombosis وفيه جار اللي هو malignant tumor اللي هو ساكندرس من malignant انت ايه؟ من النومة ماشي؟ ده بالنسبة للجارز بتاع مين بتاع الهارت الجزء الثاني من الجارز عندنا اللي هو الجارز الخاصة باللنج طبعاً لو تكيبص على اللنج برضو فيه حاجات بتميزها كده دمينين بص اولاً فيها نقطة صامرة كده شايفين عملها ازاي؟ النقطة الصامرة دي بيسموها anthracosis تمام؟ هنا برضو دي الليمفينو ده موجودة الكرة دي وبرضو بتقصامرة عشان فيها anthracosis الماكروفاش بياخد الكربون ده ويرميها على مين على الينفينوت وبرضو عرف ان ده لنج ازاي؟ بالبرونكاي الموجودة دي يعني البرونكاس هاي شايفين؟ وتتفرع جوال ايه؟ جوار دي المين برونكاس والتفرع بتاعتها جوار لنج ايه ماشي؟ فده برضو بتمايز ديه؟ اللنج تعانشوا برضو صورة ثانية كده الرئة هاي شايفين عملها ازاي؟ هنا؟ نعرف ان ده لنج ازاي؟ ماشي؟ بالنسيج بتاعها اللي هو الغامع من بره ده وهي هو الهايلام بتاعها وشايفين منزل عمل ازاي ده الهايلام وفيه البرانشيز بتاع تبقلمونة الرأرتي اللي موجودة هنا تمام ده برضو ايه نسيج لنج ايه تاني برضو هنا اهد دي برضو واضحة قوي ان ده لنج ايه البرونكاس هاي والتفرعات بتاعتها والليمفينوتز الموجود اسمها هايلر اللي في الهايلام يعني والنقطة الصمرة دي كلها اسمها الانثراكوزز حتى الليمفينوتز برضو هنا ايه مسمرة كده تمام؟ وبردو هنا دي واضحة جدا انها لنج ايه يعني 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 هنا مثلا ديه التراكية هاي شايفينها والبرونكاي والتولانجز موجودين هم تمام؟ ادي منظر ايه هنا برضو نفس الفكرة ايه هنا بقت هنا بقى ايه بنوضح بنعرف من الصورة التانية هنا اللوبز والفشر بتاع اللنج نفسها يعني ده 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 ايه اللوبليك فشر والهوريزونت الفشر بين الناديات ايه لنج ديشو موجود كده من دامنا وبردو في نقطة الصمرة بتاعتمين بتاع الانثراكوزز دي حتى صور الدجار بتاعها فيه لوهات شكل تفرعات البرونكاي موجودة هنا جواه لمنظر ده ونقطة الصمرة برضو بتاعتمين بتاع الانثراكوزز دي طيب ايه جارزي نعمد؟ هنا اول حاجة فيه اللوبر نيمونيا طبعا دي عبار عن أكيوت فيبرنس انفلاميشن ماشي؟ أكيوت فيبرنس انفلاميشن بيحصل فين في اللنج اسمه كده لوبر نيمونيا ليه لوبر؟ عشان بياخد لوب كاملة او اكتر من اللوب ماشي؟ تمام؟ طب ايه اللي احنا منشوف في الجار ده؟ اولا ان الـ بص 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 جار عاملة زي يقولك لوبر نيمونيا جري هباطيزيشن يعني ايه هباطيزيشن بقت شكل الليفر؟ بقى نسيجي اللونجي شبه مين؟ الليفر فانت بتلاقي جار في نسيجي الرئيب بالمنظر ده شبه نسيجي الكبدة كده شبه المنظر عاملة زيكون حتى الكبدة بالضبط ماشي؟ بس لونها جريش شوية ومعها فيه اللرجمنت في الـ ولونها دنس بلاك بالمنظر ده والبلورا نفسها فيها بتبقى اوبيك ليه؟ ليه اوبيك كده بمنظر ده؟ عشان فيها انفلاميشن يعني اللونج اتقصرت وكمان اتقصرت على مين؟ البلورا اوبيك بلورا كده عشان فيها سيرو فيبرنس ايه؟ انفلاميشن يعني هذه اللوبر نيومونيا وفيه نقطة صمرة كده من الأنثراكوزيس وفيه حتة صف مصفرة كده شفين عمل ازاي؟ قالك اسمها نيومونيك ارياز يعني انت دلوقت فيها عندك تلات حاجات اول حاجة فيه يعني السيجي اللونج عام زي مين زي الليفر بس جريش تمام؟ حاجة تانية فيه نقطة حتة مصفرة كده اسمها نيومونيك ارياز المناطق ملتهبة يعني في اللونج نفسها وفيه نقطة صمرة منين من الأنثراكوزيس والليمفينود اللارجد ولونها مسمر سودة ماشي؟ وحاجة تانية البلورا اللي مغطية رأي من بره مالها فيها ايه؟ قالك بتبقى اوبيك عشان فيها برده ايه التهابية عن البلورا اللي بيحصل في اللونج بيأثر على مين؟ على البلورا اللي بره فدي بيحصل فيها حاجة اسمها سيرو في فيبرنس انفلاميشن طيب الجار ده طبيعة دبه بعدد ايه الأمر الرأس اللوبر نيمونيا أكيوت انفلاميشن دبه اللقيتشو ده أكيوت انفلاميشن فين في ال Longinton طيب دة بالنسبة לא�بل جار اللى هو اللوبر ايه الوبر نيمونية طيب الجار الثاني موضح لك فيه هايلام كدا ماشي؟ هيا؟ هيا تلاقي فيه هايلام اللي حصل ان الجار في Feeling يعمل ازاي؟ المسدودة بما بقلطة؟ دها اسمه Palestina بالمونر ايمبوليزم المال لحصل ان فيه جلطة كيف تلف في السيركوليشن و ستقفل مين قفل البالمونر ايه ماشي نفس الكلام برضو في الجرر الهوة التانية الفراشة ده شايفينه عمل ازاي اللونغي هنا مقسمه من الصينة وفيه حتة غمقه كذديل ايه جلطة نفسها في البالمونر ايه و بقولك بقيت نسيج اللونج نفسه سليم ليه قالك لعدما تفجئ ما نحقش يصعل الحاجة في اللونج يعني يعني الجلطة راح تقفل البلمونر أرتي بس خلاص قفل السيركوليشن فين في اللنجي ميت على طول ماشي دي اسمها ايه بالمونر ايه امبوليزم فاللي احنا بنشوفه هنا ان الهايلم البرانشزوف بالمونر ارتي اللي في الهايلم مقفولها بايه ماشي اوبستركتد باي ايه باي ثرومبوس او بجلطات موجودة فين اللي هو باسمها بالمونر امبوليزم يعني طبيعة الامبولوس الموجود هنا دي ايه جلطة ثرومبوس طب كومون هي تبقى جاي منين دي لو انت تفكر كده معايا هتبقى جاي منين دي يعني لو الجلطة دي اللي جايه افلى الهايلم دي كومون بتبقى جايه منين من من فنز كبيرة اللي هاي الكفينز يعني وعاك ان عنده جلطات في الليكفينز اتحركت وهاتتفلى مين افلى البرانشز بايه بالمونر ايه ارتي ده جار اسمه بالمونر ايمبوليزم ماشي طيب اه جار كمان اهو هم الصورتين مع بعض كده هم الصورتين مع بعض كده إذن حدثنا قدامنا الذي يعيد أو واضح أن لكم بيه في الجار هاهذا كافيتي المنزلون فيها مثل خرم أو فتحة كده كافيتي ، دي اسمه اسمه كده مع كافيتاشن ملع ال hostel طب هناللي بين هنا عرفت هناللنج ازاي المنبرونكس هيا والتفرعات بتاعتها ماشي وفيه كافيتي موجود فين في اللنج مفوق طب الكافيتي فين؟ ناحية الابيكس ابيكال كافيتي يبقى فيه ابيكال كافيتي والقدار بتاعه جريش وايت تمام وفيه منمال اللارج منت في الهايلال انفينوتس وفيها انثراكوزيس برضو تمام وفيه برضو ارياس من الكازيشن موجودة حوالين الايه حوالين الكافيتي ده شايفين منظر عمله ازاي؟ يبقى فيه اهم حاجة انولها في الجرد انه فيه ابيكال ايه؟ ابيكال كافيتي ماشي ليه للكافيتي بيبقى في الابيكس اكتر عشان بيبقى جود ارييشن وريتش ايه؟ وريتش لمفاتيكس وفيه نقطة مصفرة كده حوالين من من الكازيشن تمام طيب واللمفنوتس الموجودة بتبقى فيها ايه؟ منمال مش مركت الارجمت وفيها طبعا انثراكوزيس والبلورا المحواطر الرئيئ اللي هي البتاع اللابيه ده بتبقى ثيك ماشي بتبقى ايه؟ ثيك بلورا بالمنظر ده تمام ده بالنسبة للايه؟ اللي هي الجرده اللي هو كرونيك فيبروكيزياس بالمونر ايه؟ طيب جرد كمان بالمنظر ده هاو شايفين منظر عمله ازاي؟ هنا اللي واضح في الجرده هاو طبعا هو بين اكتر في الفريش هنا هنا لانج ده سيكشن وده لانج مباره هنا اللانج بتبقى لونها غامق قوي ازا يكون مثلا ايه مجروحة كده او حاو ازا يكون دم كتير كده بمنظر ده تمام ده اسمه ما فيظم لهذا النجي منذ المثير يكون هناك في لنجي هذا يستحق في لنجي ما الذي حصل في لنجي هنا؟ الدم محبوس داخل الرأس فلنجي بتبقى إيه؟ الارجد و ده يشدون لنجي ده يسمون لنجي ده يسمون لنجي منذ الارجاب أو منذ المثير طبعا إيه اللي بيميز لنجي كمون برا أنه فيها الحاجة إلي هيا اسمها إيه؟ الانثراكوزيس اللون اللي هو الغامق ده ده تبقى ايه يبقى فيه جزء غامق كده في الرأي زي ما احنا شايفين وفي النقطة الصمرة بتاعتمين بتاع الأنثراكوز دي ده اسمه كرونيك فينس كونجيشن طب تعالى كنا نتعرف على الجار الثاني كده مع بعض ماشي الجار ده اللي هو اللونج عامل زي حت الكبدة كده شايفين منظور عامل زي اللي هو ده قولنا اسمه ايه ده ده اللي هو لوبارنيمونيا نوع المرض ده اكوتين فيلميشن تمام طيب الجار الثاني الهايلوم ده اللي فيه كوتل كده افلاه پلموني ال далееمبوليزم هيمو ديناميك ديس أوردر هيمو ديناميك ايه ديس أوردر هيمو ديناميك ديس أوردر يعني الجالطة وبتليفى في السيركوليشن عملت امبولوس وقافيت الهايل brave هيمو ديناميك أيه ديس أوردر طايب تيبي ايه كونجي فيبروكيز اسمه пلموني في تيبر большое هي ده كونجي فيليشنى قرونيك ايه انفلاميشن طيب تمام الهجار ده C.V.C. و بتاعي بها هيمو ديناميك احنا عندنا الجارس بتاعة اللونج الموجود عندنا فيه اتنين هيمو ديناميك اللي هو بتاع ال C.V.C. اللونج اللي هي البني دي او محمرة دي او دي وفيه نقطة الصمرة بتاع الانتراكوزيس الواحد تاني اللي هو بارمودري امبوليزم الهايلم اللي فيه كتل افلا ده تمام وفيه واحد أكيوت انفلاميشن لوبرنيمونيا اللي عمزة الكبدة جريهيباطيزيشن وواحد تي بي اللي هو ابو خورم ده اللي هو فيه كافتي المنفوضة اللي هو اسمه ايه الخرونيك فيبروكيجس بالمونير تي بي مع كافتي مع ملياري ايه مع ملياري سبريد ماشي ده بنسبة للايه للجارس بتاعة مين بتاعة اللونج الاربع جارات بتاعة مين اللونج